التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت درينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد التي ستعقد على مدار يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من يونيو الجاري وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركات الرئيس السيسي في هذا الحدث ألهم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانوال مكهان مشيرا إلى أن القمة ستسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتأسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة في ذل ما تعانيه هذه الدول من تحديات نتيجة للأزمات العالمية المتصاعدة وأضف المتحدث أن الرئيس السيسي سوف يؤكد كذلك على ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مع إلقاء الضوء على محاور رئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرب الشيخ كوب 27 وأهم الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص فضلا عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسؤولين الفرنسيين والدوليين للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بناء على توجيهات من الرئيس السيسي أعلنت أهاء قومية للتأمين الاجتماعي تبكير موايد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأطحى المبارك وأوضحت هيئة التأمين الاجتماعي أنه تقرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد المقبل الموافق 25 من يونيو الجاري من خلال ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد والمنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظة الإلكترونية مضيفة أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يصل إلى 11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهريا عربت منظمة الصحة العالمية عن ترحيبها بدعم الدول الأعضاء والشركاء لجهود الاستجابة الإنسانية للأوضاع في السودان وحثت الصحة العالمية الجهات المانحة على الوفاء بتعهداتها لكي تتمكن المنظمة من تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة لملايين السودانيين مضيفة أن شهرين من العنف المحتدم قد أثر تأثيرا شديدا على تقديم الرعاية الصحية وهو ما خلف 11 مليون شخص في شتى أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى المساعدة الصحية دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى تسريع شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بمجب اتفاق يسمح بصادرات آمنة في الوقت الذي تهدد فيه روسيا بالانسحاب من الاتفاق الشهر المقبل وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن جوتيريش يدعو الأطراف إلى تسريع العمليات ويحثهم على بذل قصارى جهدهم لضمان استمرار هذا الاتفاق الحيوي المقرر تجديده في السابع عشر من يوليو المقبل مضيفا أن صادرات المواد الغذائية تراجعت بشكل كبير من ذروة بلغت 4.2 مليون طن في أكتوبر الماضي إلى 1.3 مليون طن في مايو الماضي وهو أقل حجم منذ بدء المبادرة العام الماضي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة التصدي لما وصفه بمخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي والاقتصاد مضيفا أنه سيسعى للحصول على مشورة الخبراء في هذا الصدد وفي فعالية بسان فرانسيسكو قال بايدن إن إدارته ملتزمة بحماية حقوق الأمريكيين وسلامتهم مع حماية الخصوصية ومعالجة التحيز والمعلومات المضللة والتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة قبل إطلاقها أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي غولغو كانتي قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي ويعد تعاقد اتحاد جدة مع كانتي الصفقة الصيفية الثانية للفريق بعد التعاقد مع مواطنه كريم بنزمة انتهى موجزة التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعض الفاصل